تعرضت خلود القاسمي الفائزة بلقب ملكة جمال العرب لتونس 2021 لحملة تنمر وسخرية واسعة بعد إعلان فوزها بدأت السخرية من جمالها وفستانها مما أثار شكوكا حول نزاهة اللجنة التحكيم النشطاء اعتبروا أنها فازت باللقب بالواسطة أو الرشوة خلود ردت على التنمر مشددا على ضعف جودة الصور ونفيها لأي اتهامات بالتلاعب أوضحت أن اللجنة اختارت الفستان دون مناقشة وعتبت المتنمرين على عدم مراعاة نفسيتها وشعور عائلتها رئيسة اللجنة أكدت أن الاختيار تم بناء على معايير محددة منها الثقافة والمرجعية الدراسية خلود القاسمي البالغت 22 عاما وحاصلت على بكالوريوس في التكنولوجية الطبية تمتلك خبرة في عروض الأزياء تنافست خلود على اللقب العربي في القاهرة ورغم السخرية فازت باللب متفوقا على المتسابقات ترجمة نانسي قنقر